في مدينة الإسكندرية ترعى جمعية دنيتنا المكفوفين من أعمار مختلفة حيث تعلم الكثيرين حرفاً يدوية مختلفة وتساعد المكفوفين على تسويق وبيع المنتجات لكن الأهم من ذلك هو مساعدة الأشخاص متعدد الإعاقة على شق طريقهم في الحياة رغم الصعوبات وهو ما يطلعون عليه التقرير التالي كلهم مبصرون هذا ما سيشعر به الناظر إليهم للوهلة الأولى لكن الحقيقة غير ذلك هذه الأنامل هي العين التي يرون بها ويتحسسون من خلالها العالم المحيط هنا المبصر قليلاً يعلم الكفيف قبل خمس سنوات التحقت اكتفاء بهذه الجمعية تعلمت صناعة منتجات البامبو والآن هي من تدرب الأكفاء هي من ضعاف البصر لذا تعرف جيداً كيف تتعامل مع المبتدئين هنا بمسك بمسك ايديهم بحسسهم بالخمة اللي تحت ايديهم الخمة دي عبارة عن أحجام وليها أشكال مختلفة فبتجي أن أنا إيه أن أحسسهم بها ويعني بشرح لهم واحدة واحدة أنا خلصت كلية أداب وبعدها ما كانش فيه فرصة عمل طبعاً فبدأت أتجه ل الناس عرفتني على مدام حنين وكده ودخلت معيها فبدأت تجيب لنا ناس يعني جابت لنا مدرب وكده وبدأت أتعلم أنا قومي تزوجة ووجوزي كفيف وبدربوا معي برضو في البامبو هو ما كانش بيعرف حاجة عنه خالص فبدأت برضو عرفه وبدأ برضو يستوعب كويس بدأ يعمل حاجات لوحده يعني أوقات مثلاً ما بقى في الجمعية وهو مثلاً في البيت يبتجي هو يعمل شغل مع نفسه في البيت حرف يدوية تعلمها الجمعية للأكفاء ضعاف البصر يعملون في صناعة السجاد أما من فقدوا نظرهم فيعملون في صناعة البامبو ومنتجات أخرى هذه الجمعية تأسست قبل خمس سنوات لرعاية فاقد البصر فقط دي أنشعة 2017 الجمعية الإيمانية بقدرات المكفوفين خلتهم معي في مجلس الإدارة وتولوا معي الأنشطة كلها يعني معظم المتواجدين في الجمعية من المكفوفين وكل واحد مسؤول عن قسم ركزت قوي على ورشة العمل والحرف اليدوية عشان أنا عايزة على قد ما قدر أنهم يبقى عندهم استقلال مادي ومعنوي وأنهم يحسوا بنفسهم ويحسوا بذاتهم فعلمتهم حرف يدوية في الأول استعانت بمدربين بالنسبة للبامبو والمكرمية والسجاد اليدوي والكليم وبعد كده الحقيقة هم أبهروني وتميزوا جدا لأنهم دايما في إحساس أنهم عايزين يثبتوا ذاتهم ويغيروا النظرة الغير إيجابية بالنسبة لهم فابتدوا أنهم يبدعوا ويعملوا إنتاج جميل فابتديت أفكر إزاي أننا نسوأهم فالحمد لله بنسوأهم عن طريق معارض في كل أنحاء مصر بالإضافة لصفحتنا على الفيسبوك لا تشترط أعمارا معينة ليلتحقوا بها لكن الأهم هو تغيير واقع غير المبصرين في ظل نقص فرص العمل التي قد تكون مناسبة لهم بيتعلموا طبعا المعلقات بيتعلموا الأباجورة الشنط كل حاجة بتخصوا شغل المكرمية هم بيحسوا الغرزة وبيحسوا بيها صحة أو غلط من أول مرة بيتعلموها بيها يعني إحنا أول حسة تجمعنا مع بعض ما شاء الله كانوا مخلصين معلقة كل واحدة فيهم كانت مخلصة معلقة فبيستوعبوا الغرزة بسهولة جدا جدا وبيحسوها جدا بيحسوا الغرزة الغلط من الغرزة الصحة بأيديهم فأنا مجرد ما بمسك إيديهم بيعرفوا أو الغرزة خلاص هم بيعرفوا يمشوا عليها بعد كده بالنسبة للتصميم إحنا بنختار أي تصميم طبعا أنا شايفة تصميم اللي هنشتغل عليه أو الجمعية نفسها بتبقى عايزة تشتغل عليه وأنا ببدأ أشرح لهم سطر سطر فهم بيمشوا بناء على كلامي أنا مجرد ما أنا بقول له مثلا هنعمل السطر ده غرزة رباعي هنعمل السطر ده الغرزة بالورب فخلاص هم عارفين دي ايه ودي ايه مع استمرارهم في الشوق عائد بيع المنتجات هذه يعود عليهم هنا لكن هناك بعض منهم يعملون من بيوتهم وتساعدهم الجمعية في تسويق ما يقومون بتصنيعه أن يتعلم الكفيف حرفة ينافس بها المبصر فهي خطوة ستغير حياته بشكل كبير فهؤلاء رسموا لأنفسهم مسارات حتى وإن كان هذا في أعمار متقدمة لكن هناك أطفال ولدوا ولديهم إعاقات متعددة بجانب فقدانهم النظر هؤلاء يحتاجون مساعدة أكبر لهم ولأسرهم للتعايش اليومي على الأقل مع الحياة هنا مركز آخر تابع للجمعية للأطفال الأكفاء متعدد الإعاقة فيه فصول دراسية لتعليم طريقة برايل للقراءة والكتابة ويدفع الأطفال هنا مقابلا رمزيا للتعلم حتى من يشرفون عليهم هم من غير المبصرين لأن دور الجمعية هو منح من يلتحقون بها أدوارا قيادية دور نحن نعمل هنا نحن نعلمهم طريقة برايل عشان هي طبعا اعتمادهم الأساسي عليها في الامتحانات ومذاكرة فلازم يتعلم طريقة برايل تتعلم الأمهات في المركز كما يتعلم الأطفال خاصة من ليس لديهن أي خبرة في التعامل مع فاقد البصر سواء في الدراسة أو حتى الحياة اليومية اتعلمت أتعامل معي ككفيف أنا كأم كتأول تجربة لي أنا مش عارفة أتعامل مع ابني إيه أوريره إزاي أعرفه إزاي عن طريق اللمس إزاي ما خطر حاجات مش خطر أعملها ويتعلم إزاي يمشي في الشارع لوحده من غير ما يحتاج حد يمسكه هو صيف لسه سوير شوية أنه هو يمشي من غيري بس أنه يبع عنده جرأة أنه يمشي أصلا في الشارع إن شاء الله يكبر شوية فيه العصير بيضاء برضو بيتدربوا عليها هنا وأنه هو يبع عنده جرأة أنه يتعامل مع الناس حصة أسبوعية يخصصها المركز للأطفال يقوم بها خبراء في التعامل مع ذوي الإعاقة يتعرف الأطفال من خلال هذه الجلسات على كيفية التعايش اليومي في أطفال ما قدرش يديهم حاجات أكاديمية من أبدأ نشتغل على الحاجات اللي هي مقابل الأكاديمي زي تنمية مهارات مشاكل عندهم في الإدراك تنمية مهارات بحركة الصوابع معظم الأطفال تبقى عن تاني هنا أهلهم ما عندهمش إدراك كافية أنهم يعرفوهم على حاجات مفروض يعرفوها يعني في أطفال كتير ما تعرفش إيه كوباية عشان خاطر إحنا كمبصرين إحنا نقدر نعرف الكوباية من وإحنا صغيرين من غير ما حد ميراني دي كوباية هم محتاجين حد يعرفهم الحاجات دي فأبسط الحاجات اللي موجودة في الحياة اليومية دي الروتين هم يعرفوهاش فالأهالي ما عندهمش الاستعاب أو الإدراك الكافي أنهم يفهموا أنهم لازم يعرفوهم أبسط الحاجات لابد أن يكون الطفل فاقدا لحواس أخرى إضافة للبصر كي يقبل في هذا المركز على الأقل لتغيير سلوكه وليكون مؤهلا للالتحاق بمدرسة طرعاه ويتعلم فيها أكاديميا ما ينفعه في حياته ومستقبله أيا رادي سكاينيوز عربية مدينة الإسكندرية